رئيس وزراء اسيوبيا سنحشد مليونا في حرب سد النهضة تابعونا للنهاية علشان تعرفوا تفاصيل الخبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة طريق المعرفة لو اول مرة تشوفونا يا ريك تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلوكم كل فيديوهاتنا الجديدة والحصرية والعاجلة حذر الرئيس وزراء اسيوبيا الحائز على جائزة نوبل للسلام من انه اذا كانت هناك حاجة الى خوط حرب حول صد النهضة المتنازع عليه مع مصر فان بلاده مستعدة لحشد مليون شخص الا انه تابع قائلا ان المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الازمة الحالية وادل رئيس الوزراء ابي احمد بتصريحاته خلال جلسة استجواب بالبرلمان هي الابرز منذ فوزه بجائزة نوبل للسلام في 11 اكتوبر الحالي وقال رئيس الوزراء الاسيوبي يتحدث البعض عن استخدام القوة من جانب مصر يجب ان نؤكد على انه لا توجد قوة يمكنها منع اسيوبيا من بناء السد واذا كانت هناك حاجة لخوط حرب فيمكننا حشد الملايين استسنى للبعض اطلاق صاروخ فيمكن للاخرين استخدام قنابل لكن هذا ليس في صالح اي منه وشدد ابي علي ان بلاده عازمة على استكمال مشروع صد النهضة الذي بدأه زعماء سابقون لانه مشروع ممتاز من جانب اخر رفض الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس الوزراء طلب احد اعضاء البرلمان بالتعليق على ما تم تداوله بشأن تصريحات رئيس وزراء اسيوبيا بخصوص صد النهضة واعلان الاستعداد للحرب في حال تعرض السد الذي بدأت بلاده في بنائه للخطر وقال على عبد العال اثناء الجلسة العامة للبرلمان لن ننصاق وراء تصريحات لا نعلم مدى صحتها حتى الان واشار رئيس البرلمان الى انه سيعود الى وزارة الخارجية للتأكد من صحة هذه التصريحات ياريت بقى تكتبونا رأيكم في التعليقات وايه هو حل موضوع صد النهضة من وجهة نظركم ما تنسوش اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته